بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد وأعرب توفيق في البرقية عن أصدق التهاني وخالص التمنيات للرئيس السيسي بدوام التوفيق والسداد كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لرئيس مجلس نواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بهذه المناسبة وبعث وزير الداخلية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة كما بعث وزير الداخلية تهنئة لشيخ الأظهر فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب ومفتي الجمهورية محمد مختار جمعة ووزير الأوقاف شوقي علام